مرة اخرى تعود الخروق الامنية لتفرض نفسها على وجهة الاحداث كما اعتدنا على ذلك في فترات متباعدة او متقاربة احيانا اخرى داعش يضرب مجددا في المناطق الرخوة هجوم يدفذه التنظيم على قوات البشمرقة في منطقة التون كوبري شمالية كاركوك يسفر عن سقوط شهداء ومصابين فضلا عن خروق اخرى في بغداد وديالا لكن الهجوم على قوات البشمرقة حسب متخصصين احدث تطورا نوعيا يتعلق بطريقة وتوقيت ومكان تنفيذه وهو ما دفع المسؤولين الحكوميين في اقليم كردستان ووزارة البشمرقة الى اطلاق بيانات متعددة رئيس الاقليم طالب حكومة بغداد والتحالف الدولي بتشكيل قوة مشتركة تتألف من قوات البشمرقة والقوات الاتحادية وبشكل عاجل لتأمين المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور في كل من كاركوك وديالا ونينوى وصلاح الدين والمعروف عن معظمها بانها رخوة امنيا وزارة البشمرقة بدورها اعادت التذكير بانها حذرت مرارا وتكرارا من خطر التهديدات التي يمثلها داعش في تلك المناطق المراقبون يؤكدون ان غياب التنسيق الامني بين بغداد واربيل على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات للقادة الامنيين لدى الطرفين هو العامل الاكثر تأثيرا في المناطق المتنازع عليها التي اصبحت هي وسكانها ضحية للخلافات حيث وجد داعش موطئ قدم له يحاول فيه لما شتاته واستجمع قوته الوضح للعيان وفق التجارب السابقة ان تجاوز هذه العقبة الامنية يحتاج وقتا وصبرا وتفاهما كبيرا بين بغداد واربيل وقبل ذلك كله ابداء حصن النوايا المتبادل في ظل توقعات بان يلجأ تنظيم داعش الى المزيد من العنف والهجمات مع اقتراب السباق الانتخابي المقبل والتنافر بين الخصوم السياسيين اشتركوا في القناة